زيارة معايدة بالميلاد قام بها رئيس الحكومة تمام سلام للصرح البطرياركي هم أساسي جماعه بالبطريارك الراعي ألا وهو هم انتخاب رئيساً للبلاد في أسرع وقت إلا أن الحصة الأكبر من النقاش كانت لموضوع العسكريين المخطفين بحيث شدد سلام وأصر على إبعاد هذا الملف عن الإعلام وما وصفه بالفولكلور ما نقبل به وما لا نقبل به لن يكون سلعة ومادة في أيدي أحد للتندر به أو للمبارزة به هذا أمر يتطلب الكثير من العناية والكثير من السرية في العمل وإلا إذا تم تعطي معه بخفة لن نصل إلى نتائج متشائم هو رئيس الحكومة ويرى أن الوضع غير مريح ولا يبشر من فراجات للبلد الشاركة الوطنية في لبنان تفترض انتخاب رئيس جديد نحن نريد رئيس جمهورية مسيحي ماروني في لبنان ونتمسك بذلك وأما يكون ذلك أما لا يكون لبنان وأبدى سلام ارتياح حول الحوار الذي انطلق بين فريقين أساسيين برعاية الرئيس بر منوها بالجهد المبذول وآملا أن يعاكس إجابا على الوطن في رسالته السنوية عشية الميلاد والتي وجهها إلى اللبنانيين من كنيسة الصرح أسف البطريارك الراعي للظلمات التبعية التي نعيشها في لبنان وعدم الولاء للوطن كي يخرج لبنان من ظلماته يحتاج أول ما يحتاج إلى رئيس للجمهورية يملأه نور المسيح ويكون الرأس السليم الواعي الحكيم يحتاج لبنان إلى رئيس معروف بتاريخه وممارسته متجرد من ذاته الصيغة المنظمة للعيش المشترك والمشاركة المتناصفة والمتوازنة في الحكم تبقى في نظر البطريارك الراعي الضمانة للبنانيين